اشتركوا في القناة 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 Whatever the Antigen or Antibody Reaction happens, happens the same The Antibody becomes toxic to the cells around it يعني لجونا الانتجن هذا فالانتبودي هذا المسؤول عن الانتبودي فالانتبودي هذا أول ما يشوف الانتجن رح يصير toxic للانتجن وبرضو للسلز اللي حواليه فممكن أن يأثر على جسمنا على الصل حقين طيب ثري اسمه إيش اسمه Amun Complex Mediators Amun Complex Mediators يعني إيش يعني ناتج من يكون الانتبودي والانتجن هالكمبلكس ده يسمونه Antibody Antigen Complex يعني ناتج من مناس التكلمين يعني ناتج من مناس التكلمين المهم علينا من هالكلام هذا أو خلن نقرأ يمكن نشي يسموه لانه شفت صغربطان فيه يعني لو نقرأ تحت مرأة حسن لنا يعني هذي اللي رح هالأميون كوملكس من دياتر هاذي قلت لكم هنا أن يكون من الأنتجين أنتبادي كوملكس فالأنتجن أنتبادي كوملكس رح يصير أكيوميليشن أو في هالأنتجن أنتبادي كوملكس هذا يعني هذا الأنتجن وهذا الأنتبادي ماسك فيه كذا المهمة تبروا أنتبادي بس همشي تفهمون فيكون ذنب موجود في كل مكان يعني يتمع يتمع يصير أكيوميليشن ولا يفك منذ ويصير يتمع في بعض الأماكن يعني مثلا إذا جمع عندنا في الكدني رح يسبب كدني فيلير ما لي إذا ما فهمتوا الحين لأن هذه فقط مقدمة وهذا شرح التفريغ فيه شرح تحت موجود ثاني فهذا هنا وتيب فور هذا أسميهم ألرجي كنفليكسس أند أتوبي يعتمد على الأنتيبودي أميون كومبليكس نجي الآن هنا في موجود التفصيل نجي حق النوع الأول اللي هو الاميديات هايبر سنسفتي الاميديات هايبر سنسفتي الباثولوجيك أميون ميكانيزم حقه إيش عندنا تي هلبر سيلز وأمياني قلوب لن إي أنتي بادي وماس تسل وإيوزين وفل ذلك اللي هم شاركين فيه شوان يشاركين فيه نجي نقرأ هنا ماس تسل رح يصير فازو أكتف طبعا ش اللي رح يصير هنا بالضبط اللي رح يصير أنه رح تتفعل أنا رح تجي تي هلبر سيل طبعا بشرح لكم الميكانيزم مموجود يعني هنا في السلائلة لكن خليش رح لكم عشان تفهمون ليش كاتب هنا تي هلبر سيلز لأن تي هلبر سيلز أوكي رح يرسل ميدياتر زي ورح يرسل سيتو كاين هالسيتو كاين هذالي رح يروحون لل للبي سيلز فإذا رحوا للبي سيلز نزين؟ خليه اكتب عندنا هذا التي هلبر سيل أوكي هذا التي هلبر تي هلبر تو نزين؟ التي هلبر تو هذالي رح يرسلون أول ما يشوفون الأنتجن طبعا شنون يشوفون الأنتجن؟ شن يعرفون أنه في أنتجن؟ ستجي الدندرية أكسل هذا الدندرية أكسل لم أعد رمي يكتب الدندرية أكسل بس أعرف أنه دندرية أكسل جاءت وسوت أنتجين وتعرفت على الأنتجين توالي أول ما تشوف الأنتجن تيهلبر 2 لأنه عندنا ثلاثة أنواع تيهلبر 1 تيهلبر 2 تيهلبر 17 تيهلبر 2 راح ترسل سيتو كاين حق شنه حق البي سلز شنه سيتو كاين هذالي اللي هو الأنتر لكن For فالإنترلوكنفور إذا رسلناها لبيسل راح تحفز البيسل بيسل مليكم الكتابة هذا البيسل راح تحفز البيسل أنه تسوي نم�ه لأميونقلبلن إي فراح يصير فهذا هلأميونقلبلن إي هذا وين راح يروح راح يروح للايوجينو أو راح يروح للماستسل وبرضو ليش هنا كاتب ايوزينوفيل ان ايوزينوفيل برضو لها دور في الاميون اقلب لن اي واتيها البرسل ممكن انه تفعل ايوزينوفيل عن طريق الانترلوكين فايف طبعا ما عليكم من تفاصيل هذي لبساني للي يبي شي سمونا نزين فش اللي رح يصير اذا صار بروديوس حق الاميون اقلب لن اي هذا رح يروح ويلتصق في وين في الماستسل نزين اذا رح والتصق في الماستسل في له رسبتر في الماستسل الراسبتر هذا واش اسمه اسمه fc كذا fc هي رسبتر وان تقريبا كذا الزبدة هالراسبتر هذا ان ال fc region رح ينربط نفس ما تشوفون هنا اوكي رح يرتبط ال fc region فاذا ارتبط رح يبقى كذا رح يبقى موجود على الماستسل هذا في الفرست اكس بوجر ان شاء الله يكون معي في الفرست اكس بوجر رح يصير العملية هذا اللي قلت لكم وراح يجي الاميون اقلبلون ايه ويرتبط طيب في الري اكس بوجر اذا صار ري اكس بوجر في الري اكس بوجر رح يجي الالرجن هذا الالرجن اللي هو المسبب الحساسي يعني ويرتبط بالاميون اقلبلونات هذيلي يرتبط ليش انا قلت لكم هذا هذه العملية رح تصير في الفرست اكس بوجر قبل لا يجي هذا عشان قلت لكم انا في بداية المحاضرة ان الفرست اكس بوجر ما رح يصير فيه رياكشن قوي ليش؟ لان احنو ما كان عندنا ما كان عندنا ما استسل جاهز بالاميون اقلبلون ايه حقاته اوكي ان شاء الله واضحة يعني فالان اذا في صار عندنا ري اكس بوجر وجي الالرجن وارتبط رح يرتبط بالاميون اقلبلون ايه اللي موجود على الماسسل فاول ما يرتبط على الاميون اقلبلون ايه اللي موجود في الماسسل الماسسل رح تسوي ريليز حق الميدييترز حقها والميدييترز حقها ايش فازو اكتف اماينز الفازو اكتف اماينز اللي هو نفس الهستامين والهستامين يعني رح يسوي ايش يواجد عندنا لبد ميدياتر مثل اليوكتراين والبروستقلاين وعندنا سيتوكاين سيتوكاين مثل سيتوكاين ميدياتر المهم سيتوكاين راح يسولنا انفلميشن راح يسولنا اشي ثاني ان شاء الله وضحت فكرة التايب 1 طيب نجي للتيب 2 اللي هو انتيبادي ميدياتر ديزيز عندنا هنا Aminoglobulin G Antibody against cell surface or Equestra Serular Matrix Antigen فش اللي راح يصير اللي راح يصير انه راح يتفاعلون راح يتفاعلون هال Aminoglobulin M والG على السل حقيننا against cell surface or Equestra Serular Matrix Antigen نفس ما قلنا فوق انه اول ما يرتبط الانتجين بهم راح برضو يسولون effect لل Around Cell نسين فانا جي Mechanism of Tissue Ingerine Disease Complement and Fc Receptor Mediated Recruitment and Activation of Leucocytes فرح يسولون هذالي Activation of Leucocytes عندنا Neutrophil وMicrophage واذا صار عندنا Neutrophil وMicrophage فيعني راح يصير عندنا Inflammation قوي Obesanization and Fagocytosis of Cells فيعني Obesanization ليش لانه راح يروحون على السل وهاكذا راح يتجمعون على السلات ويصير يعني يصر لهم Active against our cell نزين Abnormality Incelular Function فعندنا هرمون or Neurotransmitter Receptor Signaling هذا بالنسبة للانتبادي Mediated Diseases عندنا A lot of activity cause distraction شنه الـ activity ذا ليه هذا اللي قلناهم Complement وانه شي سمونا وبزاني زيج نفاق سيتول Zabin Normalities وهاكذا نزين نجي حق Type 3 Type 3 اللي هو Amune Complex Mediated Diseases Amune Complex of Circulating Antigen and Amune Globulin M or G Antibodies Deposits and Vascular Basement Membrane فعندنا قلت لكم الكمبلكس مساعة هذا اللي هو يكون ما بين الـ Antigen والـ Amune Globulin شوفوا هنا عندنا هذا Amune Globulin وعندنا Antigen اللي هو هذا اللي حط القرم عليه الحين أنا فهالكمبلكس هذا رح يصير لـ Deposit رح ينقع هنا على الـ Vascular Basement Membrane في الـ Blood Vessels رح يبقى تحت كذا رح يعالج فهذا يلاقي شو اللي رح يصير رح يصير Complement and Receptor Mediated Recruitment and Activation في Lyucosite يعني صير موجود هنا فرح يصير Complement Activation Complement Activation شو اللي رح يسوي لانه رح يجيب لنا Lyucosite وإلى آخر ويصير عندنا Inflammation ومن هل هذا ره هذي زين They deposit and make a lot of damage for longer period longer period ليش أنا بينقعون تحت هنا وشوف عد شوان شوان بيروحون زين التسل Mediated التسل Mediated لوزن تعرفون أن الانتج يكون داخل السلز ليش لأن التسلز عندنا البي سلز حق الاكسترا سلير وتيسل حق الانترا سلير زين فعندنا CD4 تسلز سيتو Mediated Inflammation يعني CD4 حق الانفلاميشن أما CD8 اللي هو Cytoxic تسل تسل Mediated Cytolysis فعندنا شو اللي راح يسوون راح يسوون Microphage Activation Cytocian Mediated Inflammation وبرضو Direct Target Cell Lysis Cytocian Mediated Inflammation فعندنا ما تشوفون هنا أن ممكن يصر عندنا Inflammation ترتبط بهذه أو المهم عاد أو ممكن يصير اللي هو Lysis Slices على طول أوكي هذي سلايد النفس اللي فوق يعني ما زال عندنا هنا Type 1 Mediated Sensivity Reaction It's رابد نفس ما قلنا أنه سريع حال Amino Globulin E Antibody And Mast Cell Mediated Reaction Often Followed By Inflammation And Suspected Individual Previously Exposed To Same Flood Allergen أوكي فهذا نفس ما قلنا أن راح يصير هذا إذا صار Previously Exposed To The Same Allergen يعني ما راح يصير عندنا في First Exposure راح يصير بما يسمى Sensitization 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 أنك تكون الحساسية لهالشي هذا أوكي عشان في المرة الثانية بيصر Hyper Sensivity طبعا لو تلاحظون أنا ما تكلمت واجد عن هذيلي لأن الصراحة من موجدين في سلايدات حقين الhyper sensitivity 1 المركز الدرس هذا في الhyper sensitivity 1 مركز على فقط type 1 فنجي The reactions are also called allergy anaphylaxis atopy مزين Other names حق نفس الhyper sensitivity لكن هناك فرق بسيط جدا ما بعين الانaphylaxis والأتوبي راح نأخذ إن شاء الله Individuals with strong propensity to reaction اللي هو الأتوبي مزين Atopic means any person who has strong propensity اللي هو الأفينيتي or strong accident reaction يعني أن اللي عنده reaction قوي ضد هالشيء هذا يعتبر يسمونه atopic نزيل For example two sisters that one sister is getting a reaction from penis better but the other sisters not atopic can happen in the same family اوكي هنا question يقول what's the type 1 reaction قلنا أنه يتعلق ولامين اقلب لن اي نزيل هنا عندنا common types of immediate reaction include الimmediate reaction شل اللي روح يصير فيها include hay fever شنو اللي hay fever هذي أنه يصير عندك fever من الأشياء مثلا اللي 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 تعطس كذا مزين عندنا food allergies وين الهو اوكي food allergies bronchial asthma and anaphylaxis allergies are the most frequent disorder of the immune system estimating to affect 10 to 20% of people يعني تقريبا نوس كثير يعني حواليك كذا تشوف أنه عندهم allergy مثلا للفود لأي شيء يعني immediate hyper sensitivity has strong genetic basis so family history is a major risk factor يعني لا داخل في الجنتيك وهاكذا عشان كذا قلنا فوقنا هنا two sister ممكن أنه يصير عندهم شي سمونا لأنه لا داخل في الجنتيك اوكي the initiator the initiator of type 1 reaction is known as allergen the allergen اللي هو أي شيء يسبب للحساسية سواء أن كان food سواء أن كان dust سواء أن كان أي شيء أنا أنت جنوج initiate the reaction typical allergen include protein and pollen certain foods insects venoms animal hair نفس ما قلت لكم when you start to take sequence of events and immediate hyper sensitivity reaction يعني شي اللي رح يصير في الhyper sensitivity reaction او في البداية رح يصير production of aminoglobulin E ان شاء الله أنكم ركزت فوق يوم أقول لكم الطريقة ذي كان في البداية dendritic cell رح تجي وتعرض الانتج من حق التيها البرسل وان التيها البرسل رح ترسل سيتوكاين للبيسل والبي السيتوكاين هذي تضمن النتوي يعني ينديوس لكذاس ووشين حق aminoglobulin E ففي البداية رح يصير production of aminoglobulin E antibodies تالي binding of aminoglobulin E to FC receptor of mast cells فهنا رح يصير عندنا synthesization هذا هذا العملية تكون في first exposure first exposure thanking Isa varmnoglobulin E antibodies تعالي رح aminoglobulin E antibodies هذي اللي رح يرتبطان بال F-C receptor و رح يصير عندنا censitization يعني رح تتكون هذي الحساسية نزين نزين ليش؟ لأن الطبيعي يعني لو مثلا خاشفود لو كالتنطحين اي شي طبيعي إنه ما رح يصير كل هالي شي هذي ما رح يصير باللوسام مشيكلبين اي ولا رح يرتبط لأ م概 لبن ب هذا الشي فاذا صار هالشي رح يصير عندنا sensitization طيب نجي هنا لو الحين صار لنا ريكس بوجر رح يصار cross-linking of the bound aminoglobulin E by the re-exposure of the allergen يعني إذا جل الالرجن هذا رح يرتبط بال aminoglobulin E طبعا في نقطة مهمة إذا ارتبط هذا عندنا مثلا المستسل عليها aminoglobulin عليها طبعا أكثر من aminoglobulin فإذا جل الالرجن لابد أن يرتبط بثنين أو أكثر من الantibodies هذيلي فهذا هنا يبتوب هنا يبتوب لازم يرتبط بثنين أو أكثر فعشان كده يقولون cross-linking cross-linking أنه أزيد من شيء أزيد من اثنين اثنين أو أكثر اكثر activation of mass still and release of mediators by degranulation degranulation أنه المستل فيه granules دخلها فروح تبعث هالgranules هذيلي فروح يصير فأقلنا بساعة vasoactive amines protease lipid mediators عند بروستغ لاندن اليوكاترين ورضو سيسوكاين عندنا TNF انتر لكن فور انتر لكن فور برضو راح يروح لأشي ثاني اللي هو للبيسل وراح برضو يسوي class switching to aminoglobulin ايه اوكي فيعني كل مرة كل مرة يصير الexposure تقوى 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 ليش لان كل مرة راح يصير release حقها السيسوكاين هذيلي طبعا لازم نعرف هنا ان عندنا early face و late face early face راح يصير فيها هالأشي هذي اذا صار اكتب ايجن راح في عندنا early face early face راح يصير degranulation على طول immediate اوهو البد mediators اوكي بينما السيسوكاين لا في late face يعني من 6 الى 24 ساعة نفس ما تشوفون هنا اوكي and t-shirt damage by recruitment of leukocyte فعندنا usein of fill neutrophil وبتيه helper 2 enter looking 13 stimulate meucosecretion هنا عندنا rule of aminoglobulin A فهذا نفس ما قلنا بساعة طبعا نكرر هذا الكلام ان first exposure هذا جاء الالرجين وراح للانتجين برزنتين سيل ومن الانتجين برزنتين سيل راح يروح للتيه البر سيل اللي هو تيه البر 2 ومن التيه البر 2 راح ترسل سيتو كاين للبي سيل اللي تعرضت لنفس الالرجين هذا لنفس الانتجين ذه الشي لازم لازم تعرفونه ماخذين من المحاضرة الهيومر أن تيه البر سيل ما ترسل سيتو كاين إلا للبي سيل اللي تعرضت لنفس الانتجين فهذا ارسلت السيتو كاين هذا راح تسوي برديوس للاميون اقلوبلن اي والاميون اقلوبلن اي راح يروح للمستل ورح يرتبط بال اش سمينا رسبتر افسير سبتر نزيل بعد كذا اذا جل الالرجين فالري اذا صار عندنا ري اكسبوجر وجل الالرجين مرة ثانية وارتبط بالمستل راح يصير دي جرانيوليشن اوكي فهنا تيه البر ساكريت تو سايتو كاين انترلوكن فور هذا الانترلوكن فور اللي راح تسوي استميل عشان يصير بردكشن وفامين اقلوبلن اي عند انترلوكن ثيرتين انترلوكن ثيرتين حق ساكريت ميوكس ويلة اخرة استميل بلون فوسايد تسويج تامين اقلوبلن اي بردكشن اوكي هنا عندنا الميكانزم نفس ما قلنا هلا مسواع يعني تقريبا كرر يعني بسا هنا عندنا الانافيلاكسز الانافيلاكسز the systemic form of hyper 1 the systemic form of hyper type 1 hyper sensitivity يعني قلنا مسواع ان احنا type 1 hyper sensitivity في موجود الاتوبيك وموجود الانافيلاكسز وقلت لك وانا بقول لك من فارق بعدين اوكي فالانافيلاكسز اللي هو systemic form systemic form يعني ايش في عندنا systemic وlocal يعني اذا مثلا disease في عندنا systemic وlocal اوكي اللوكل يكون في موقع معين مثلا في ال رسبيراتري فمثلا الاسدما الاسدما تعتبر local هذي local لانا بس في ال رسبيراتري في ال رسبيراتري system بينما الانافيلاكسز اللي هو systemic form يكون على كامل الجسم فحي الخاطرة تعتبر هنا عندنا common allergen or drugs اللي هو common allergen يعني شنه الشنه الاشي اللي بتسبب لنا الانافيلاكسز شنه common يعني عندنا البنسل and bee sting and ingested shell fish or nuts اوكي ازيان هنا عندنا life threatening signs and symptoms فعندنا airway رح يصير swallowing of tank difficult talking and horse voice ازيان swallowing difficulties breathing شلو رح يصير في breathing wheeze or persistent calf الwheeze اللي هو القادري mucosal type of sound mucosal mucosal mucosic يعني mucosal هام انزيان circulation رح يصير عندنا bail under fluby shock business collapse lose con six sin ما عدر شنو هذا انزيان هذا ما سكبه other symptoms في skin رح يصير high with يمي ديكم تقرانهم يعني انزيان الاتوبي the local form of type one hyper z نفس ما قلت لكم the manifestation depends on the site of reaction فعندنا bronchial asthmam the bronchial tree renitis or hay fever in nose eczema in skin conjunctivitis in eyes فيعتمد على الموقع اللي رح يجي في الالرجن هذا فإذا كان في الالرجن رح يصير شي يسمون اذا صرف شي سمون رح يصير سمون انزيان فعندنا less severe than anaflexes ليش لنفس ما قلت لكم ان anaflexes systemic جسمك كله رح يتأثر رح يدخل الالرجن في blood circulation ويلعب في الدنيا لعب اوكي عندنا هنا شي يسمى atopic tride الهو الهي في and eczema or atopic dermitis نزيان often coexists in the same individual يعني دائما ذلك عادة يكونون موجدين كلهم يعني إذا واحد صار عند أس في احتمال كبير يصار عند هي في و اك زيما كلهم موجد مع بعض نزيان Partly because of a genetic origin يعني كلهم ذلي في origin between them يعني إذا صار فكلهم يعتمدون على نفس الورجن هذا فإذا الورجن صار في خلل رح يصار عندنا asthma and eczema و eczema ف defect in the gene that produce a protein phylogeren فإذا صار عندنا defect في البروتين هذا رح يصير عندنا كل ذلي و بعضهم اوكي نزيان one theory is that if the skin is protective external burial against the environment has defect this could lead to the immune system reducing an allergic inflammatory response to any allergen present on the surface of the body including المهم عمشي يتعرفون شو اللي قلنا هنا ذلي رح يصارون كلهم مع بعض مرتبطين بعض وشي يسمونا ذلي يعني أتوبك تراي يعني ثلاث أتمية بعض تراي بسبب بنا يصار عندنا لفك ثلاث جرا عندنا البرونكايل أصدما form of respiratory allergy due to stimulation of bronchial mast cell يعني bronchial يعني mast cell يكونون في bronchial mast cell بإنهل allergian to release mediators طبعا يعني نفس اللي فوق نفس type 1 hypersensivity قلنا type 1 hypersensivity لذا دخل mast cell mast cell في first exposure رح يجلم من E ورسي بطفي بها second exposure رح يبدأ ف mast cell موجودة في البرونكايل إذا تعرضت إلى allergen رح تسوي release في mediators وإذا صار release mediators عندنا early vaso-active amines trans-trained smooth رح يصير muscle contraction ولات اليوكتراينز عندنا prolonged smooth muscle contraction airway obstruction فهذا اللي رح يسبب لنا المشاكل تكون موجودة في الأسلمة فعندنا هنا late face reaction by cytokine فعندنا TNF TNF interleukin 4 نفس اللي خذناهم سعب الضبط large number of eosinophil نفس اللي خذناه بعد قبل الميوكوس axis الميوكوس hypertrophied and hyperactive bronchyl smooth نزين بعض أسلمة cases are not associated with amine globulin E أسلمة may be triggered by cold or exercise okey 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 يعني يعني ما يمكن في بعض الأسلمة ما لهم دخل في الأمين أقلب النئي نفس اللي نعرف احنا أسلمة may be triggered record or شي سمونا hypersensivity نزين إن أنا في access to counter shock وهذا الشي اللي رح يسوي رح يسوي لنا vasoconstruction okey ليش vasoconstruction لأن عندنا الهستامين رح يسوي vasodilation وإذا صار vasodilation وincrease permeability رح يخف البلود فما رح يعني يوصل البلود عادل فهذا يعكس لك المهمة ويسوي vasoconstruction عشان يرجع البلود يرجع كل شي طبيعي ويوصل لك دم عادل نزين الانتي histamine block action of histamine on vessels and smooth قلنا أن الهستامين يلعب دور كبير جدا في قلنا إحنا عندنا early face في early face رح ينفرز histamine والهستامين رح يسوي أشيش كثيرة نزين فعندنا شي يسمى انتي histamine عشان يسوي block للأكشن ما للهستامين في عندنا برضو انتي ليوكتراين وبعد لقلنا من الأشي اللي رح يتفرزها الماستر اليوكتراين في عندنا انتي اليوكتراين رسبت الانتي تبلوك its effect اللي هو حق اليوكتراين افكت عندنا فوس فو دايز زيت ريز انهبتر اللي هو ريلاكس برونكال سموذ مسل ومزين عندنا اثنين انهبشن وف ماستر دي جرانيوليشن حنقلنا ذا انتقلنا افكت 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 رح نستعمل لها هال هال هالدوية ذا اللي موجودين هنا طيب نابينسوي انهبت للمستيل انها ما تسوي دي جرانيوليشن انها تفرز هالاشي حقين ها فعندنا شي اسمه كرومولوي كرومولين نزين عندنا شي ل روديوس انفلميشن نستعمل كورتيكوستيرويد وينيفر يونيد تردوز ذا انفلمنتري يو قيف ستيرويد يعني على طول تابون تخفون انفلميشن في اي حالة من الحلوات اعطي كورتيكوستيرويد نزين ها عندنا انتي امينيقلوبين اي انتيبوديز عشان يعني نعطي انتي امينيقلوبين اي فالانتي هذالي بيحربون الامينيقلوبين اي حكنا ما نبيو الرياكشن احنا نبي نقلل الامينيقلوبين اي فاذا قلل الامينيقلوبين اي رح يخف الرياكشن هذا لدينا هنا ديسن سيتيزيزيشن اللي هو الانرجي لو تذكرون خذناها في احد المحاضرات ان الرياكشن يصير تعبان ما يرجع نفس اول انرجي بالأ نزين فشفا يدت ان نسوي ديسنسيزيزيشن يعني ان احنا عندنا سنسيزيزيشن اللي هو حساسية فنحن نسوي ديسنسيزيزيشن اشي الحساسية هذي طبعا هذا ما يصلح اي حدي يسوي لازم بي دكتور سامثنك ليش لان اذا صر عندك مثلا الحساسية من شي قوي حيال فممكن انك ما تعطي روحك الدوز المناسبة ممكن يسبب لك مشاكل جدا عالية اوكي نزين عندنا ثيرابي وفامينو of type 1 hyper sensivity the basic four A's and the management of a phylactic reaction فعندنا anti-histemic agent adrenaline aminophiline airway exogen طبعا كل ذلك يمديك تستعملهم وشي سمونا والدوز ما عليكم منهم يعني ما حد ما بقعد نبتر السوار ما احنا لكن الدوزز يعني يقرواهم عندنا اذر ادرينالين انهليت ادروا كورتيزون سوديوم شي سمونا وكرا وما ادر شي سمونا ذا قرونتو وبس بكذ يكون خلصنا اتمنى اتمنى يعني اني توفقت في الشرح والن عنده يسوى لو يستفسر يتفضل في قناة اللجنة يسأل وما ادر ان شاء الله ما صار طويل المقطع لانه خلص الجزء واحد وبس نشوفكم شرح نوني شكرا